موسيقى مبروك للنادي الاهلي فوز مهم وفوز سعيد للنادي الاهلي النهاردة وتكسير رقم قياس في عدد النقاط في الدور الممتاز في تاريخ الدور الممتاز وبيتفوق على نادي الزمالك برصيد 88 نقطة نادي الاهلي النهاردة بيفوز بالوجوه الجديدة مبروك لهم الأداء المميز ومبروك للنادي الاهلي الأداء المميز والنتيجة نهاية سعيدة للدور الممتاز اللي احنا حصلنا عليه للمرة 40 في تاريخ هذه البطولة يعني شيء مهم جدا ان احنا كنا نشوف هذا المقصر من خلال اللعبين الموجودين في التشكيلة للنهاردة مجموعة اللعبين صراحة قدوا أداء مميز أداء راقي كان عندهم الحماسة وعندهم الدافع ان هم يطلعوا بنتيجة الفوز والأداء المميز خليني يعني احنا بنتكلم الهدف الأول جي عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 18 ثم الهدف الثاني اللي احنا عممنا على الشاشة عن طريق صلاح محسن استلامة رائعة وتمريرة قبل اي شيء رائعة واستلامة رائعة من صلاح محسن واحراز الهدف الثاني من خلال صلاح محسن في الدقيقة 75 يا مبروك للنادي الأهلي والشيء مميز انك تنهي لقاءاتك في الدور الممتاز بفوز وفوز على فريق قوي هو النادي المصري كابتوشيف عبد المنعم برحب بيك كنت ربيع برحب بيك كنت ربيع عيدك العدد برحب بيك يعني فوز مهم وقلنا النشوط التاني لو فدت بنفس الأداء النتيجة تزداد من خلال الأهداف وده حصل فانا كابتوشيف الحقيقة ألف مبروك نادي العالي بثلاث نقاط يعني في تحطيم للأرقام بقى هنا نكون نبتكلم مع أرقام الكيسير حقيقة النهاردة حققنا 88 نقطة وده اللي كنا نحن نبتكلم فيه قبل المباراة نادي الأهلي من عمر 18 فريق قدري حقق 88 ودير عكس الفريق الأخر من 20 فريق حقق 87 إذن برضو النهاردة في حاجة بتضاف وبنسطر الحمد لله حاجة جديدة للتريح يعني نتكلم إن احنا برضو حطمنا أرقام يعني نقاط حطمت عدد أهداف الدوري في موسم واحد مجموعة للأرقام الصراحة بتتحطم فيه جبيات كتير بقى النهاردة في مباراة النهاردة يعني نهينا عن العيبة اللي هي الشباب اللي انضموا وإن كنت أنا عندي تحفظ على حكاية تغيير الناس في آخر دقيقة أو في آخر 7-8 دقيقة وتحب إنهم ياخدوا أكتر من كده يعني يعني بالنسبة للطمينت أنا كشكل الفرقة الجري والمجهود والانتشار والتحركات والفكر كل ده النهاردة اللعيبة دي قدت الحكاية دي كنت أتمع إن أنا أشوف اللعيبة زي أحمد ياسر رايني أخد أكتر من كده ما يبقاش بس في حالة إن فيه إصابة فلازم هو يلعب يعني كان يبقى الفكر إن أنا نازل النهاردة أتفرج على نازل شكل بكهم أحمد رمضان ده نازل في آخر دقيقة 2-3-4 دهائية في الوقت الضائق يعني فكنت أتمنى بالهداء اللي إحنا بشوفناه النهاردة العالي ده من اللعيبة دي إنه يواكب كمان فكرة أدريبي أحسن إن إحنا نشرك اللعيبة ونعتمد على الشكل اللي هم خلونا بح حتى وإحنا نتفرج من الشوط الأولين للشوط الثاني حابين نشوف اللجوه الجديدة كلها وده من الإيجابيات اللي كانت موجودة النهاردة في المباراة الثقة في النفس التطور في النون اللعبة كلها كانت موجودة في مباراة النهاردة اللي هو التصويبات المراوغة أنا بقال كتير قوي ما شفت الشرعيب تنادي الألي واحد ضد واحد وبيعدي من واحد واثنين ويعمل سرو ويعمل وان تو ويتعمل له بالكعب وهو يعمل فول ويعمل كورة ببطن رجله جوا السرو باس والكلام اللي احنا كلمنا وكلنا كلمنا فيه اللي كان مع اللعبة للأمام الهدف الثاني من أحد من اللعبات برطو اللي هي سرو باس من سولية جميلة جدا شايف الفروت بتاعه وشايف التحرك وده من الحاجات اللي احنا كلمنا عنها في الشوط الأولاني ترجمة للهدف الثاني في المباراة وحاجة جميلة جدا الهدف إن حيا ومن صناعة سولية وأكثر من لعب الهدف الأولاني وسولية وصلاح محسن وصناعت كمان السلاح محسن اللي أنا بسميه النهاردة قائد في الهجوم كان كويس جدا وأثبت وجوده هو مبشر بالخير كتاب وجود لا هو مبشر الحقيقة من ساعة آيكس والكرة للإسلام دي إحنا كلعيبة كرة مع بعض كده نعرف إن ده خامة جيدة جدا فأنا بشكر اللعيب على الأداء اللي عملونا النهاردة وعملونا حسن اختام الحقيقة وأزاحوا برضو الفترة اللي إحنا بقى إنا أربع ماتشات يا كابتن ما جبناش ولا جول نهاردة بن بحقق أجولين كنا نادر نكسة بكتر من كده وفريق قوي كابتن ويديك السرقة كحين كابتن ربيع رؤيتك للمبارة في شكل عام مش هو الثاني كمان كابتن نص النهاردة عنوان وراء الجماعية يعني الانسجام والتفاهم كان شيء ما كان شيء متوقع طبعا لعناه نهاردة في شكل رائع محمد حاجة تانية جماعية الجماعية صنعتك النهاردة في المستوى في الأداء في الانتشار في التمرير واخد بالك كل ده صنع فوز النهاردة فصنع شكل جمالي رائع بالنسبة للمجموعة اللي كانت بيه ده خالص كان لدي تبقى موجودة المجموعة دي ما شاء الله والإخوات كواه حاجة جميلة جدا ففيه فنيات النهاردة فيه مباراة في التسعين ديئة فيه فنيات من جالب النادي الأهلي فيه انتشار وجومي جيد تمرات الحسين ما ما شوفناش من فترة خلي بالك الأمامية صحيح اجاب صناعة الهدفين النهاردة شوف الصناعة الهدف الأول ده غير اللوضاع واحدة الإسلام واحدة لأحمد حمدي واخد بالك وشوف التاني الهدف التاني من السولية لأحمد صلاح محسن صلاح محسن واحدة التانية التالتة في الجول خد بالك صلاح محسن النهاردة مولد صلاح محسن الحقيقي النهاردة صراحة النهاردة تقيه في مكانه صنع هدف وسجل هدف خد بالك كل الشغل في التالت الأخير هو اللي بنجحه خد بالك إسلام تحرق كتير النهاردة حامله تقلق النهاردة وصال وتحرق كتير واخد بالك الشريف ده مهيبة كويسة حاول 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 أول فترة كبيرة حاول شكله كويس الشكل العام الفني لو أنا مسك وراء وقلم النديل هو الأحسن هو فرض اسلوبه هو الأفضل هو الأحسن مافيش أخطاء خط الظهر بحارب الشريف النهاردة مافيش أخطاء محمد خالص في التنة الأمامي أيمن أشرف خد بالك في التنة الخلفة كثير مافيش خالص مع الجزار وقال بالك صبر رحيل حاول الباسم طبعا نفس الهدف بتاعيكس رائع تواجده في المكان ده كابتن أفضل من مايبقى تحت الفرود يعني كان مرور بيبعوا قدام خلاص نجع بامتياز خلاص هو ده مكانه صريح حيطة السرعات كمان والوعد طبعا هو هو لعيب رائع خد لبالك لعيب رائع فالنهاردة تعسه متقيل خلاص هو ملا مكانه كده محمد كده خلاص بفضل الله تعالى السجل هذا المكان بيزفر صراح مصر رائع النهاردة فعنده تحركات بصرف النزر ونصنع وعمل لكن شكله فاي النهاردة فيه السرعة النهاردة فيه خفية خد لنا فيه إقاع النهاردة فيه حاجات جميلة جدا ناس خفيفة الناس بتلعب المزاج الناس النهاردة عندها تحرر جدا عادي ما شاء الله اعتقد ان من وجهة نظري أنا النهاردة تسعين ديها فنية من فترة كبيرة جدا ما شفلاش الشغل ده مع ان فيه إضافات جديدة والأول مرة لما حسنا الإضافات دي الانسجام والتفاول في النهاردة رائع بالنسبة له لشكله عمله سعين ديها رائعة بأدفين والنجاح النهاردة انك تخرج من حالة ممكن تكون انت مش حبيبها الفترة اللي فاتت هي جزئية مهمة جدا انك تخرج من حالة دي وبعد كده تكسب بشكل مواس خلينا نروح سريعا لازمنا أمير يشام ومعا كابتن أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني لمباراة اليوم بنبارك له طبعا على الفوز مشاهدهم تابع كناة الأهل في المكان عاكو فوز النادي الأهلي على فريق المصر الجرسعيدي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي بننادي الأهلي في هذا الموسم محليا معايا في هذه اللحظات كابتن أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني في هذه المباراة كابتن أيوب برحب بك في البداية وببارك لك طبعا مع الفوز النهاردة وحاجة تحسب لك رغم الضغوط الكبيرة اللي اتعرض لها النادي الاهلي خلال الفترة السابقة اربع مباريات بدون فوز لكن قدرت ان انت تخرج اللعبين من هذه الضغوط وقدرت ان انت تفوز ممباراة صعبة جدا رغم عدم اهميتها مع نهاية الموسمة على فرق المصر الحمد لله يعني في البداية بقول الحمد لله بشكر ربنا بقول يعني فضله كبير جدا جدا بشكر اللعيبة واحد واحد بشكر كابتن حسام وبهديله الفوز النهاردة احنا بنكمل تعبه بنكمل شغله الراجل باله سنتين مع الفرقة عمل كل حاجة مع الفرقة احنا كنا بنساعده النهاردة احنا بنكمل الشغل اللي هو بدأه اقل حاجة النهاردة لان احنا جهاجاز وكلعيبة نهديله الفوز ده ونكون مركزين ان احنا نكسب النهاردة بشكر مجلس دارة بشكر اللعيبة كلهم واحد واحد النهاردة معظم العيبة بتشاركش مش موجودة بقال فترة بتلعب الاخر الرديقة وبتقاتل حضرنا المبارا بشكل كويس الناس كانت التلتزام اكتر من 100% 200% عشان كده ربنا وفقنا الحمد لله بتلعب فرقة كبيرة فرقة مصر جاية من بطولة فرقيا كسبانة ومتعدلة منتشية بيلعب بالفولتين بتاعه الحمد لله ما كانتش في ليهم بخطورة النهاردة لان الحمد لله حضرنا لهم بشكل كويس ولعبتنا كانت ملتزمة بشكرهم وفي النهاية بقول الحمد لله يعني اخر مبارا لنا مع الفريق بنهدي فوز للنادي الاهلي ان شاء الله الفترة الجاية تكون فترة مليئة لتصارت للنادي الاهلي ان شاء الله من وجهة نظرك كابتان ايوب حضرك احد اعضاء طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي عمدار مسلمين كاملين خلال الفترات السابقة وفي الحقيقة قدرتوا تحاول انجازات كبيرة جدا للنادي الاهلي ونتاج وأرقام كياسية كمان كبيرة طبعا من وجهة نظرك كنت شايف ايه اسباب تراجع اداء الفريق في اخر اربع مباراة بالتحديد لازم نكون منطقيين انا بسألك السؤال ده عشان توضح للناس نوضح هو انا وضح للناس ولكن كل واحد بيفهم اللي عاوز يفهمه وانا مش هروح لكل واحد بيته عشان اقول له افهمه يعني احنا احنا ده شغلنا وبنشتغل فيه وبنقدر قيمة العمل وبنشتغل لاخر لحظة واخر وقت النادي الاهلي مش سوبرماني يعني مش كل حاجة هتكسب كل فرق كبيرة للمدريد برشلونة ويوفي والمنسيتي كلهم بيدخلوا في بطلات بيكسبوا وبيخساروا وبيبوا كويسين وبوحشين ونادي الاهلي لازم يكون كده وعني احنا ده عسبانا سنتين بنكسب كل حاجة وبنق كل حاجة ومنحق كل حاجة اممكن فترة اخيرة عندنا متغيرات محدش لأسف تكلم فيها كانش فيه توفيق كان ممكن نكسب مباراة لأسشوتي كان ممكن نكسب مباراة التراجب الهدف اللي متحسبش حاجات كتير في الكورة بتحصل ولكن لأسف حاجة بتترك ليها انت عاوز تنتقد شخص عاوز تنتقد نتيجة عاوز تنتقد اداء لغرض ما دي بتاعتك انت بقى انت حر ولكن انا بقولك الحمد لله كل الناس عمت عليها سواء الجهاز او اللعيبة يمكن الفترة الاخيرة مضغوطين نتيجة التراجع مش اقول الاداء ولكن النتيج وده طبيعي فكورة القدم يعني انت مش شوبرمان زي ما بقولك هي مباركة اخيرة وانا كلمت مع لعيبة وجهزناهم بشكل كويس نفسينا نكسب اخر المباراة نحق ننسيب بصمة كويسة قبل ما نمشي لعيبة تاخد اجازتها ويا كسبانة والحمد لله كانت ملتزمة وكانت مقدرة دي الحمد لله من خلال المباراة النهارده شفنا عدد من اللعبين اللي ما كنش بيشاركوا خلال الاخلال فترات السابقة وفي الحقيقة قدوا مباراة اكثر من رائعة انا قبل المحاضرة يعني بكلم معاهم بقولهم انتو النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط فطبيعي اللي موجود فيه بقى احزن لعيب في المكان في البوزيشن طبيعي عندك تعليمات انت عندك قدرات طبيعي تبقى احزن قدرات عندك ولكنت قدرات دي المدرب يوظفها عنوان النجاح هو الالتزام والانضباط والتركيز وتنفيذ التعليمات النهارده الحمد لله ناس كانت مركزة بتنفذ واقفين زي ما قلنا زي التعليمات افلين زي ما قلنا وفي النهاية انت بتعمل كل ده ووارد توفق ووارد نتوفقش نارده فيه جمعان كيف تطرى مستقبل النادي الاهلي في الالفترة القادمة كابتن ايو النادي الاهلي طول عمره ندي كبير وطول عمره بيكسب بطلات وطول عمره عنده نجاحات كبيرة ان شاء الله للناس اللي هتيجي يتكمل المسيرة وهنشجحهم وهينجحوا وهيتساوي بطلات وهيفرحوا وهنيفرح معاهم ده النادي الاهلي سألة اخيرة الجمهور النادي الاهلي هاب تقولهم بعد مجهود الحياة عملتوه على مدار سنتين شكل اكثر من الراحل بشكرهم بقولهم كنتوا دايما معانا في كل لحظاتنا الحلوة والوحشة بتسندونا في الوحشة قبل الحلوة وان شاء الله مزيدا من النساء فترة قادية ان شاء الله ده كان لقاءنا مع كابتن احمد ايوب المدرب العام في جهاز الفني السابق ومقائم بأعمال المدير الفني في هذه المبرأة واللي في حقيقة ادى مبرأة اكثر من رائعة من ناحية الفنية وإدارة المبرأة اليوم اكيد نتمنى له هو وكابتن حسام البدري والجهاز المعاون باكمله كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة وايضا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال السنوات القادمة والمزيد والمزيد ان شاء الله من تحقيق البطولات من خلال المشاركات العديدة التي ستشارك فيها النادي الاهلي ويمكن أبرزها أكيد البطولة الأفريقية والأكيد ان شاء الله ستكون هدف أساسي للجهاز الفني الجديد القادم خلال الفترة المقبلة أعود لك يا كابتن فروغ بشكرك أمير كابتن احمد ايوب نبارك له من مباراة النهاردة وتكلم على جزء مهم من تقديم استقالة الجهاز الفني ده شيء روتيني بيحصل في نهاية الموسم خصوصا لما بيعتذر المدير الفني أيضا عن استكمال المشوار لكن هل بقى اللجنة الكورة بتجدد الثقة ده طبعا هيتحدد من خلال مجلس الإدارة اللي فيه اجتماعه كابتن حسن بدري وكل الجهاز طبعا قد دور مهم جدا وممائز جدا في الحصول على بطولة الدوري المرة الثالثة على التوالي واللقب لقم أربعين في تاريخ النادي كاتر عادل بخصوص مباراة اليوم ورؤيتك لهذه المباراة واختام جايد للنادي الأهل شفت أنا شفتها بعين تانية يعني من وجهة نظر إن أنا أشوف اللعيبة الكويسة اللي ممكن تخدم النادي الأهل شايف أكتر من اللعبة الكويسة أو المتميز يعني الجوني التاني اللي بتاع صراح محسن مع السولية اللي لو اتفرقت عليه تاني تشوف إن ده لعيب مميز يعني ده هيبقى فرود مفترض إنه هي اللي هيبقى الأساسي بتاع النادي الأهل وبتاع منتخب مصر السندة نفسها بص السندة الأولانية هي الجون دي الحاجات اللي هي بتاعت الفرود المتمكن هو صراح محسن فرود كبير لما لعب مكانه ظهر لإنه لما كان بيلعب تحته بيلعب في أماكن أخرى كان بيبزي المجهود فكان الفينيش بتاع وحش لكن دلوقتي هو بيلعب في الحتة الأخرانية عمل الجون جاب الجون التاني وعمل الجون الأولاني بصورة جيدة جدا متحرك كويس وعمل الوسع للجاي وتحطط له وقتلع الناس برا كلها وجي الجون فعلشان كده النهاردة نشايف إنه النجاح الكبير في روح اللعبة دي وأكتر من اللعب بان بمنظر كويس قوي يعني يبقى إنت عايز أقولك يبقى صف تاني جيد للموسط إحنا مشكلتنا في الموسم إن إحنا جينا في آخر خطوات الموسم ملقنا الصف تاني جيد بدنيا وزهنيا وفنيا عشان كده حصلت النتائج دي لكن إنت لما يبقى دولهم عندك سلاح استراتيجي كويس قوي ليه الموسم ويتقسم كويس قادر أقولك إنه النجاح النهاردة من وجهة نظري في إنك إنت جبت لعيبة أكتر من اللعب كويس لو إنت شتريتهم من بره يجبوا لك رقم كبير قوي لكن أنا شايف إنه هم ممكن يبقوا مستقبل كويس عمش هيبقوا أساسيين كلهم بس أنا شايف النهاردة اتطمنت على المهاجم اللي كان شغني طول الوقت كان ولد أزارو مروان محسن صلاح محسن أنا عايز أقولك إن صلاح محسن هيبقى لدور مهمة دور كبير قوي في الفرق السنة الجاية إن شاء الله بالشكل اللي إنت شايفه خصوصا أن أنت السبال خلص بسكرة الموضوع السرعة في كرة القدم شيء أساسي وخصوصا أن ما بتبقى فرود يعني موضوع السرعة بيفرق كتير جدا خطة أي مدرر في الجزء الأمامي مع طبعا لو أنت بتلعب بالطريقة اللي بيلعب بها نادي الأهلي 4-3-1 بتبقى محتاج سرعات في الجزء التحت كل اللعيب الموضوع على العلم سرعة صحيح لأن السرعة دي حاجة رباني يعني عايز أقولك عاوز تنميها ما بتنميهاش أكتر من 3-4% يعني عشان كده اللعيب السريع أول حاجة تكتشفها إنك لو عندك لعب سريع تقدر تطول على العلم كويس يعني لحد ما طبعا هيؤتمد عليه في المرحلة المقبرة كابتن شريف لو اتكلمنا على جزئية مهمة جدا في المباراة وهي جزء الدفاعي الحمد لله كتن ربيع يمكن لاحظ الجزئية دي بشكل كبير إن انت كنت منظم جدا مفيش أي هجمات ممكن تكون خطرة من المصر كان دايما وقف لها آيمن أشرف طبعا ومحمود الجزار اللي أول مرة النهاردة يبقى متواجد يعني ودي حاجة نجاح كبير جدا بالنسبة لخطة فعالنادي الأهل يعكس 3-4 مبارات الأخارة كابتن لو استوفوا العيبة كابتن الكبار استوفوا المنطقة زي ما انت قلت الكابتن ربيع قال الجزار وآيمن أشرف والبكين حتى أكرم لما داعي بكرايد برضو بقى عنده الحس إن هو يقدر يعمل التخطية من ناحية اليمين وناحية الشمال الحقيقة خامة جمدة جدا من حمود الجزاردة وعنده ثقة أنا عايز أقولك على حاجة وانت تعرفها وكبتن يعرفوها إحنا ما بنلبس تشيرت النادي الأهلي الناس لازم تعرف القصة دي وننزل الملعب بيلبسنا مسئولية التشيرت الكبيرة دي قوي وكل اللعيب بيلبس تشيرت النادي الأهلي بيحس بالقيمة دي وأنا من واحد من الناس كنت بحس بقيمة تشيرت الأحمر ده من أول ما بجيب جول أو أول ما باخد الريسيفينج أو الناس بإزاي بيشجعوني وبيحبوني بيخلوني عندي مسئولية كبيرة أوي إن أنا أديهم أكتر وديهم كل الإمكانات اللي عندي أنا حسيتلي شوية النهاردة إن اللعيبة دي عندها قيمة هذا التشيرت وقيمة النادي عشان كده النهاردة كانوا بيجروا في المرعب وبيموتوا نفسهم إنهم ما يكونش فيه أي حاجة على سبيل الأربع مباريات اللي فاتوا دول أو تشبه أو أي حاجة حنموت نفسنا وحندي الكرة اللي عندنا وعندهم ثقة أنت شفت أحمد حمدي في أول هافتايم بيعدي من واحده 2-3 وعمل الـ 1-2 والتاني بكعبه وإدهاره فيروح حطتها أكنه بيلعب بقاله فترة كبيرة قوي مع إن إحنا مشوفناها كم مرة إفناها مرات قليلة جدا حتى محمد شريف إن إحنا بنكلم عنه إنه حتى ربيع عليك دواعد وبتحرك عنده ثقة برضو إنه عايز يبعط الكرة وبيستلمها وبيخافش أحلى حاجة في اللعيبة دي إنها مش خايفة النهاردة ففيه الخامات اللي كانت موجودة النهاردة دي كلها أهلا بيها بنعتمد عليهم من حيث المسؤولية الحقيقة ثقة كبيرة جدا عندهم شكل اللعب الكبير وصغرين في السقن إذن لما يكونوا عندي لعيب صغير كده وبكسبوا الثقة وبيبقى معايا مع أي مدرب بقى الحقيقة مع أي لعيبة مع أي كيان داخل علاية جديد إحنا الكاثبانين حقيقة كجماهير النادي الأهلي ومشاهدين النادي الأهلي هم الكاثبانين بالولاد دول أولاد بروميسنج أو وعيدين جدا كل اللي أنا عايز أقوله إن مبروك على النادي الأهلي الدورة العامة النهاردة كل ما حصل في الأرض عن مباريات اللي فاتت دول حالة التوتر النفس اللي حصل لنا هديك النهاردة بأول مكسب أنت عملته وصلاح محس النهاردة المكسب الكبير بتاعك أنك أنت بتعتمد على حد جنب وليد أزارو الحقيقة وحمد حمدي وحمد حمدي إحنا كلمنا عن أولاد كلهم الحقيقة النهاردة مفيش حد حتى رمضان وهو نازل بكهم ده عنده سبرينت ورايح وآخر دي راجل فرحان إنه نازل ولو جات له بقولك الخمس زايا دي لو جات له حتى الكورة فيها حيثبت هيعمل أي حاجة فرحان إنه موجود في الملعب وإن الكدش بيدي له السقة وإنه بقى موجود جوه المنظومة كلها دي حاجة سبيرة جدا اللعبة دي واللعبة دي أعتقد إن الناس والأجهزة الفنية اللي عندنا اتكلموا معهم في الحكاية دي وما معنى تشيرت النادي الآلي وما معنى وجودك في النادي الآلي وهم مترابين في النادي الآلي في الناشئين فعندهم النازع دي كل يوم وعيشنا عيشنا بالتزام بالشكل بالكيام بالمبادئ إذا كانوا بيسمعوا الأكبر منهم إذا كانوا بيشوفوا أكبر منهم إذا كانوا بيحتاجوا بكل الناس القائمين وعن المنظومة كلها فده المجزب الكبير ل Lilian والإيجابيات اللي أنا عجبتني في المباراة النهاردة اكتر من اي حاجة كمان احنا بيلعب فرقة المصري ده من احسن فرقة اللي موجودة السنة دي على الساحة يعني بيلعبوا فرقة بتلعب بطولة افريق افندم تالت وبيلعبوا في كونفردرالية ومشين قد جدا يعني ومين اللي اكسبوهم من الولاد بتوعنا اللي هم بقالهم كدير ما بيخشوش جوه الحكاية يعني بيخش ويطلع ويخش ويطلع ما عندهمش المساحة الكبيرة كده بتمنى طبعا النباس معالي ما يصابش النهاردة ايه دي الحاجة رحيدة لزعلتني في المباراة اكتسابات كل العناصر اللي موجودة بالشكل الجديد واعتقد ان هذا الجهاز اللي كان نواسك نادي العالي المخترم مخترم موجودين بيكمل المسابة النجاح بتاعتهم ما كانوش موجودين معانا ينجحوا في اي حتة موجودة ان شاء الله صحيح كابتر ربيعنا بتذكر كلام حياتك دايما ان اللاعب هو اللي بيعمل المدرب صحيح كابتر دايما كنت تقولنا نهاردة اللاعبة لما بتبقى عايزة بتنجح يعني نجحت احمد ايوب النهاردة طريقة الاداء ما اختلفتش ما هو هو نفس الطريقة 4-2-3-1 اللي بيلعب بها كابتر حسيني مبادر لكن النهاردة اللاعب كان عايز اشخاص اشخاص نعيد اشخاص صحيح نعني عندنا اشخاص هدي خطب لك تجربتك اللي بتتكلم عليها طول الموسم ان الاشخاص دي بفضل الله تعالى دي اهل مليان وعندك بطولة كتيرة جدا وعندك ماتشاط كتيرة جدا وعندك ارهاك وعندك ضغوط وعندك 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 عشان كده قلنا الفرصة للجميع من هنا انت جربت مجموعه بصراحة الكسب واحترام الاهلاوية كله نهاردة تطمنه الجمهورك طبعا وخطب لك النهاردة عندك على رأس العرب 18 لعيب النهاردة نيج وصراح محسن السولاية احمد حمد النهاردة كان عامين خطفين الاضواف بالشغلهم الفني خطب لك احمد حمد النهاردة صال وجال وراح وسجل وتقلق وابدع وسراح محسن النهاردة خطب لك السولاية كان في قصة الملعب ما يهسنوا خطب لك بتمريراته الحسيمة كان عنده جديد النهاردة زي ما قلنا الكتلة كانت بتروح على الشكل اللجومي والشكل الدفاعي فيش اخطاء الحمد لله النهاردة كانت الهور بسيطة اي نعم طبعا خلينا وقعين ان المصري مش فعل فوانه المصري لكن يحسب للعين ان عملوا انضباط فني غير عادي رائع خلاص احتمد على صفحهم ونفسهم عندنا سعين دي النهاردة وناش داعوا بحالة المصري حالة المصري جيدة مش جيدة يعني النهاردة نازل مركز وعاوزت ثلاث نقاط وعاوزت بس وجودي وده اللي حصل وده لك ثبت وجوده وخد ثلاث نقاط وقدم اداء من فترة من ثلاث اربع ماتشات مشوفناش لا اداء ولا نتيجة ولا خد بالك وجوه جديدة في النهاردة انت بتشوف الحمد لله كل حاجة بتكسب ناية موسم بتكسب ثلاث نقاط بتدرب ارقام خياسية بتكسب وجوه جديدة عمل داع الحيوية وعمل دبط النشاط طبعا النهاردة فاية شكلك فاية شكلك كويس النهاردة لو في توفيه اربعة خمسة سفر فتكر اسلام وقبالك وفتكر وحمد الحمد الانفراض كتير جدا وصراح محسن لو في توفيه لكن قول المحصلة الفنية النهاردة لجمهور نادي الاهلي اتمئن الدنيا حلوة والدنيا بخير وده طبيعي جدا اللي حصل عندك فرقة واثنين وثلاث عندك إبداع وعندك 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 صفة تانية واحتمى على الله سمع عليه عندك ولاد مبشرين لما يأخذوا الفرصة هينطلقوا وهيصولوا هيقول فالنهاردة بصراحة يحسب يحسب للعيبة النهاردة التلت نقاط يحسب لهم الأداء يحسب لهم الفنيات يحسب النهاردة انهم عندهم مواهب عندهم مهارة عندهم جوانب كتير جدا بدنيين وقفين انتم في ناية الموسيء محمد النهاردة الجانب البدني رائع يعني لو فيش تاني هيلعبوه وهيجر يوجد easiest النهاردة جدي كتير التمرير النهاردة كتير التحرك كتير النهاردة انسجام وتفاوم بشكل فعال ومداد فترة طويلة يعني الأداة ما هتزت ما وصلش للسلبيات بشكل كذا أولاية جدا للسلبيات الإجابات يا محمد كديري جيري النهاردة فأنا لنا حق أن نقول مبروك الدولي مبروك الجديدة مبروك عودة الأداء مبروك الفضل الله الحمية والحماس اللي دائما بنتظره باللعيب النهاردة حقيقة كابتن عدل ممكن دائما المدير فني حتى لو كان شغال مع مدير فني آخر وبقى هو المسؤول بعد كده بيبقى ليه جزء كده لمسة زي بتاعته النهاردة دائما كابتن عدل أيوب يعني أكيد ليه جزء مهم جدا النهاردة في الحتة الإدارة الفنية أكيد حتى ممكن تكون لحسطا من خلال الأداء في الملعب النهاردة شوف أنا خليه نقول لك عاجة مهمة النهاردة الظروف كلها مهيئة التيم النادي الأهل انه يبقى كويس بمعنى أي النهاردة تيم جديد العيبة صغيرة عايز يثبت وجودها ده عامل مهم جدا ده واحد اتنين لعبة المصري النهاردة فجؤوا بالروح القتالية والالتزام التكتيكي بتاع اللعبة الصغيرة اللعبة الكبيرة دائما لعبة النادي الأهل الكبار الفرق بتعمل رد فعل ما بيعملوش فعل أما النهاردة المصري كان عاوز يعمل الفعل إنه هو بلعب لعبة صغيرة أسماء لسه جديدة مش هو الأساسيين بتوع النادي الأهل فحب يعمل هو الفعل أنت فاهمني؟ لأول مرة دايماً فرق المصري والفرق اللي في الدول لما بيجي لعبوا النادي الأهل بلعبوا على رد الفعل فبيبقوا أهدى وبيجروا جاريهم أقل علشان بيدفعوا وبعدين ما بيهجموش اللعب هجمات مرتدة لكن النهاردة المصري حب إنه هو يقلب الدور شوية خصاً لما لقنا أن بعض اللعبين لسه الأول ملعب وبيلعب بالأساسيين بتوعه فقلب الدور شوية فدي كانت لمصلحة الفرق بالانتزام اللعيبة الصغيرة دي اتنين تلاتة حاجة مهمة اللعيبة اللي في الملعب النهاردة في نهاية موسم أنت عارف في النادي الأهلي ممكن يحصل إحلال وتجديد فكل اللعب حطت في عنيه في الآخر دي آخر لقطة الموسم فدي بقى تساعدني في إنه أتواجد ودي كانت حافز كبير جداً للعيبة النادي الأهلي علشان كده بقولك النهاردة النجاح كان من اللعبين ثم أحمد أيوب النهاردة اشتغل بنفس السياس كابتاً حسام البدل ما ينفعش أبقى رجل تاني أغير في يوم وليلة أو في أسبوع أو في ثلاثة أربعة أيام أنا بشتغل على نفس النمط والشكل اللي بيعمله المدير الفني بتاعك ولكن اللي أثر هنا إن كان كابتاً حسام الموضوع وصل معاه إنه فيه ضرب فلما يتغير أول ما بيحصل التغير ده بيهنحة نفسية بيحصل كرة القضاء هي كرة القضاء لما بيحصل له ضرب جامد جداً يوصل لأقصى النادي الأهلي لما يخسر مطشين وراء بعض ده أقصى حاجة عنده ده كرسة صحيح لما بيوصل للدرجة دي اللي بيحصل إنك إنت لما بتعمل التغييرة التغييرة نفسها ما بتبقاش فنية التغييرة بتبقى روح وإيجابية وعاوز ورجوع أنا عايز أرجع أنا عايز أبقى كويس عرف لو اللعيبة الكبر اللي لعبوا هيبقوا مجهودين ليه؟ لأنه عايزين يعملوا أداء وشكل لكن اللعيبة الصغيرة بتلعب عندها الحتة بتاعه إنه هو مش خسران حاجة هو صغير بيدي كل اللي عنده مش حاسس بإيه اللي بعد كده وهيلعب إزاي ولا هيعمل إيه هو النهاردة عايز ينجح فكل حتة في الملعب قدت أداء مميز خانة قول عايبت المصلي عايبت المصلي النهاردة ملعبوش خالص هاتلي فرصة لنادر مصلي تكون اللواحدة بس بتاعت أحمد جمعة اللي شطها اللي شطها في الشوت الأولاني لكن غير كده الأهل تسيد المباراة الأهل ممكن نكسب أربعة خمسة ستة كمان الأهل النهاردة لو فيه خبرات يعني أكتر من عمر السلية هو الوحيد تحس إنه عنده خبرات شوية وأي من أشرف شوية وراء لكن الولاد كلهم صغيرين فالولاد خبرات أكتر يعني الكرة دي لو كان عنده ثقة ولعب كتير كان حطاه من فيه عادي أول دي ثقة بقى بوس شط جامد صحيح دي فرون اللي هو الألية بتاعته اللي هو مهاري أصلا يعني هاتة السنس موجودة عالية عنده بس يا كابتن الألية بتاعت الجيم مهمة جدا هو لو اشترك كتير كمان كان ممكن في الموكف ده لو جراره كتير يعني شافوا مراتين تلاتة كده ودي ثقة يعني هو أصلا مهاري يمكن هو حط الجن الأولاني آه في إيد الجن بس دي بحس الفرود اللي هو عايز يأكد مش عايزة تطلع فوق لكن دي حاب يأكدها قوي لأنه جاب جن قابليها عارف لو كان عنده متمرس كان جاب الجن التاني بيجيبه الجن التالت ودي من الحاجات اللي لازم اتعلموها اللعيبة إنه كل فعل بيحصل في الجيم لازم يخلص بعدها بدقيقة واحدة يخش على فعلة آخر جعين عايز يجيبي جواه هي كده عايز يبقى أحسن بتفعلها كتير محمد دي كتير كل لقطة لازم إنك إنت اللحية النفسية بتاعت اللعب لازم يتمرن على إنه الحدث في الجيم بيبقى تسعين دقيقة كل دقيقة وكل لعبة أنت بتدعبها نهاية الجيم وبداية الجيم أشارت أنت على أكرم طفيقة تنشريف ولما لعب بك رايد دي حقا دا مكسب برضو دا مكسب مهم جدا إنه ملعب يكون بعيد ما بتشوفوش أو ما بيلعبش عشان حتة نص ملعب هو ما بيلعبش يعني اللعيبة الأساسيين موجودين فما بيلعبش فإنه حتة نص ملعب فبالتالي إكريته ينجح دي حاجة موزخنية روح بس تزمننا أمير هشام ومعا صلاح محسن نجم هذا اللقاء أتفاضل عمية أحد نجوم النادي الأهلي اليوم صلاح محسن صلاح برحبك في البداية وببركلك على الفوز النهاردة وببركلك على الهدف أيضا أداء جيد ممرة جيدة من الحمد لله قدرنا نختم الموسم بلعبتنا إن شاء الله الحمد لله يعني ودرنا نحقق الفوز اللي احنا قابلنا ثلاث مطشاطة ومطشين هو دينة الأهلي الفريف كبير طبعا بنقدر نعد من أي حاجة والحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهاردة طالقت خلال مركز المهاجم طبعا ده المركز الأساسي بنسبالك عايزين بس نفهم الناس إن انت الفترات اللي فاتت كلها كنت بتلعب كوينج مش كمهاجم ده المركز الأساسي بنسبالك واللي شاركت فيه معناتها تمام هو أنا أنا طوله أساس بيرتاحية أكتر يعني تلعب مهاجم طبعا طبعا أنا هو ده مكاني من عانت وانا عندي تسع سنين ما أولعبش إلى فروض عادي ممكن أقدي ساعات برضو أبلعب هواف بس المركز اللي هاتس هو مكان الفروض الحمد لله قدرت اللي أنا أعمل حاجة في مكان المهاردة وأستعد ذكرت مكاني والحمد لله قدرت أننا نحن نحقق الفوز يعني انت أحد نجوم النادي الأهلي وفتراتي السابقة كنت متواجد سواء في القايمة المحلية أو القايمة الأفريقية وكنت بتشارك أسباب تراجع النادي الأهلي من وجهة نظرك خلال الفترات السر اللي فاتت كات والله يبص يا مش مش أسباب ولا حاجة هي ده سمة الفرق الكبيرة سمة الفرق الكبيرة اللي أي حد يعني أي حد فريق كبير يبقى عنده عنده كوة كده مطشين ثلاثة وطبعا الفريق كبير هو اللي بيقدر يطلع من الكبوديات وقدرنا الحمد لله اللي قدر يطلعنا منها إن شاء الله بالمطش بتاع النهاردة وإن شاء الله مزيد إن شاء الله أهم حاجة تركيزنا بطولة أفريقيا بإذن الله بلك شهور قليلة مع النادي الأهلي وشاركت في بعض المباريات تقييمة لنفسها خلال الفترة دي أنا والله بص أنا الحمد لله يعني مش تم مستوى اللي أنا متعود عليه دايما بس الحمد لله درت اللي أنا خلاص يعني وأكبر حاجة إن شاء الله نادي الأهلي فترة اللي جاية إن شاء الله طموحك إما عن نادي الأهلي طموحك إن شاء الله أهم حاجة بطولة أفريقيا الأول وبعد كده نبص القدام بقى حريب صلاح ده كان لقاءنا مع صلاح محسن محرز الهدف الثاني في هذه المباراة أكيد إن شاء الله سيكون معنا المزيد من اللقاءات والآن عودة لك كابتن فروغ بشكرك أمير واضح يعني من تصريحات صلاح يعني العيب عنده طموح داخل ملعب واضح كده إن هو كان بيحب يلعب في مركز رأس حرب اللي هو كان مكانه النهاردة طموح موجود عند اللعبين كلهم بالنسبة للبطولات القادمة يعني بيكلم إن شاء الله الفترة القادمة بطولة أفريقيا هي الأهم هي الشاغل بال كل اللعبين إن شاء الله في المرحلة المجبر وعلى كده تفكير في البطولات اللي إن شاء الله أنا نكون فيها لكن البطولة الأهم بالنسبة لكل اللعبين هي بطولة أفريقيا كابتن شريفو أنا بكلمك على دور مهم جدا اللي أكرم طوفيه كنت حتى أشرت عليه النهاردة نجاح أكرم طوفيه ده حاجة مميزة جدا إن هو يلعب في كذا مكان ده برضو مكسب من مكسب اللي ممكن يكون حلقانها النهاردة طبعا كابتن ده كوبي من أحمد فتح أحمد فتح في نفس الشكل بيلعب نحت اليمين بيلعب في نص الملعب بيلعب في أي حتة فده كوبي جوكر من الجواكر ومخدش أي برضو حظه ومخدش كفايته من إن هو يثبت إن هو موجود في الحتة دي لتثبيت العلاقة بين عصام عشور وسولية هي اللي كانت الأقرب والأكثر لعبا في السنتين اللي فاته فكلنا بقوله إن مش أكرم طوفيه بس فيه لعيبة كتير أو في الملعب النهاردة حصل تحرر كتير أوي زي أكرم طوفيه ملعب بكراي لقين أحمد حمدي بيلعب مكان صلاح محسن قدام أنا مقصود أن أنت مثلا بتلاقي أحمد فاتح يلعب في نص ملعب بكراي أنت عندك أكثر يقدر يشتغل حتة الجوكر اللي موجود ده ده بفي آه بس كان فيه نهاردة كان محدود شوية في حكاية انطلاقات إن هو يقدر لح كان مخدود برضو شوية يعني كان فيه حتة تخضى برضو عايز يطلع سليم من المنطقة دي إن هو يدول ومهام جديد عليه ويمكن هو يكونش مقتنع فأدى الكرة لما بيجيله بيسلم ويستلم وإنه ما فيش حد يعدي منه وبيعمل السرعات اللي عنده في المكان كابتان ربيع معلش بقى لازم أسألك حتة مهمة جدا من بوك إن شاء الله فيه في سماعة مجلسة دارة نادي القالي تقييم لبعض الأمور فاصلة الكرة ما تراها إن شاء الله بالنسبة بالنسبة لفردية لكم فأنا بإذن الله استقرار بمشيات الله على مدربة دنا بكبير إن شاء الله رحمة يقود المسير المسير القاني بمشيات الله تعالى بعض المراكز اللي محتاجة وهنا عرفين في مراكز مهمة جدا في الناد الآن اللي محتاجة البلاي ميكر طبعا دي مهمة جدا جدا معلول لو هو هيمشي لازم يحتاج باكلفت بلك هيستقر معلول خلاص موجود أعتقد إن إحنا برضو ممكن يكون بعد عودة النهاردة أكرم توفيته أكرم في المكان ده رائع جدا جدا لما يكون موجود ويأخذ إن شاء الله مع السلية في القلب برضو محتاجين إحنا برضو في القلب إن شاء الله رحمان أعتقد إن الأمور دي كلها موزونة ومعروفة وأكيد الإدارة بتجهز بلجنة الكرة فيش خوف أبد الخالص إن شاء الله بإذن الله السنة الجهية بقى أقوى وأفضل وأحسن إن شاء الله العيبة بتاخد أجازك أبتن عادل لكن الإدارة شغالة من إدارة بيبص للعام القادم والسنين القادمة في كرة القدم يعني رأي حتك في الفترة القادمة إن شاء الله يعني أول حاجة اللي احتياج أنت هم أدرة هم شايفين لجنة الكرة مع الجهاز الفني وإحنا شايفين برضو نجاز بيقول إحنا شايفين إحنا شايفين إحنا شايفين إحنا شايفين إحنا شايفين إحنا شايفين بصة كتر حاجة مهمة جدا نعرف إيه إن هم إيه عندهم احتياجاتهم من الخطاع لأنه لأنه يا كابتن أهم حاجة دلوقتي أنا مروحش أجيب لعيب وعندي ممكن لعب تحت وإحنا عامله يعني يعني بمعنى الاستراتيجية المفترض يعني أنه أنت بتشوف عندك تقدر تجيب مين اللي ممكن تعوضه من تحت لو عندك في القطاع وده حاجة مهم زي ما عملنا السنين اللي فاتت كنا عاملين وصلنا أكتر من لعب أيمن أشرف الناس دي كلها عشان محمد كلهم كانوا جايين من القطاع عندنا ده واحد اثنين محتاجين إن ده في الوقت الحالي محتاجين لازم أنا في رأيه إنه لازم يبقى فيه سردباك كويس جدا ولو يكون محترف ده ضروري جدا في الوقت الحالي حاجة بكلمة حجازي علشان بطولة أفريق أنا بتكلم على البطولة أفريق حاجة بكلمة حجازي في قوة حجازي لإنه دي المشكلة الكبيرة عندنا أما عندنا تخمة لعبين كويسة رجوع أكتر من لعب مهم زي مؤمن ده لازم يرجع لازم يعني ده الحياة إنه مؤمن أكيد ملف اللعب العارات اللعب العارات يمكن ويمكن في حسين السيد يمكن هو عنده سنة ونص بس في لعبة أنت تحتاجها كويس قوي هم اللي شايفين وهم اللي هي هيكرروا فيها إن شاء الله وإحنا هنستعبل هنشوف إيه الموضوع توفيديو كنت تشوف سريعا كنت لو محتاج تعلق على جزي لأهو قادم أتمنى كل لعب عارة يرجع نادي الأهل ونشوف الكيان ده مع اللعب الصغيرة الوعيدة دي ويبقى تطعيم بين الخبرات وبين اللعب الصغيرة دي إن شاء الله يحبى فيه شكل جديد مع لو فيه مدرب أجنبي أنا ما أعتقدتش عن ضرب مصر كاته بس أنا المرحلة دي أعتقد أن المدرب الأجنبي هيشير فيها كتير إن شاء الله يكون موافقين في اختيار المدرب كاته نختار اللعبين متواجدين أيضا في الفترة مغبورة تشكر أنا بشكر بشكر كابتن كنت سعون طيبين كابتن ربيع بشكرك كابتن حما فالدوري بقى الحمد لله إن شاء الله مع بعض حصلنا مع بعض وعلى طلع اللطة الدوري مبروك لين الحمد لله وبروك مها سعيدة كابتن عادل بشكر كابتن عادل مبروك كابتن والحمد لله وكل سعون طيب كابتن عادل حسبكم مع اللقاء مع أزمان الأمير شام مع طبعا العيبة النادي اهل محمد شريف واكرم طوفي وكابتن طارق سلمان مدرم حراس المرمى وارجع مع حضراتكم بعد كده بعد اللقاءات دي مع كابتن سامير واسمان والحالات التحكمة في هذا اللقاء ايضا معي الان محمد شريف طبعا احد لعبي النادي الاهلي ولتعلق في مبارات اليوم محمد برحب بك في البداية وببرك لك على الفوز النهاردة واداء جيد واكثر من رائع منه خلال مبرأة الحمد لله الواحد الله يعني بيجتهد وبيعمل الحمد لله النهاردة قدرت يعني لحد ما بقى كويس الحمد لله عن دكتر من كده بس ان شاء الله على المتشاة الجاية قدر العب وبحصل من كده كمان بإذن الله المباراة يمكن كانت صعبة عليكم شوية خصوصا بعض العناصر اللي شاركت في المباراة الاول مرة وبتشارك مع النادي الاهلي الاول مرة كأساسي في الموسم اتعاملتم مع المباراة ازاي في ظل الضغوضات اللي انتو كنت بتعرضوا لياه خلال الفترات صحيح والله ما فيش حاجة صعبة حنادي الاهلي فأي ماتش بنسبالنا يعني اكيد احنا نزلين رقم واحد في الماتش يعني احنا اكيد من الاهلي ما فيش حاجة سماعة صعبة علينا احنا كنا بنحمد لله يدرنا نكسب النهاردة بنأكد الانتصارات يعني كنا في نتائج سلبية كتيرة فالحمد لله يدرنا نكسب النهاردة عشان نرجع الانتصارات اللي كتت موجودة قبل كده قولي ابرز الكلمات اللي قالها لكو كابتن احمد ايوب طبعا قبل المباراة دي والله هي كابتن ايوب اللينا هي المباراة يعني مش ملاش لازمة في الجدول بس لازم نلعب باسم النادي الاهلي لازم نبقى كويسين لازم نكسب ونرجع الانتصارات ورجع روح الكتالية اللي كت موجودة قبل كده فالحمد لله يدرنا نسمع كلامه من الانتصار انها ده ده العادي يعني بتاع النادي الاهلي لعبت او ما لعبتش كتير خلال فترات السابقة لكن ماذا تطمح خلال الفترة المقبلة مع النادي الاهلي بالنسبة لمحمد شريف على مستوى الشكل تمنا المشاركة بس ان شاء الله المشاركة الجاية والنس تحكم يعني نفسها ان شاء الله دائما محمد لسه مستمرين معاك ومعايا ايضا احد النجوم النادي الاهلي كابتن اكرم توفيق اكرم برحب بيك وببرك لك على الفوز النهاردة ومباراة جيدة وانت النهاردة شاركت في مركزين نص ملعب وبك رايت شايف المباراة ازاي في البداية في شكل عام الحمد لله حبيب امير على الكلام ده الله يبرك فيك والله احنا نازلين كلنا عايزين نحاق حاجة في الموتش والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا وكل واحد قدل عليه وكل واحد نازل عارف دوره ايه والحمد لله رب العالمين ده بشكر ربنا على المجهود اللي الفرق عملته والحمد لله يعني على المجهود اللي انا عملته في الموتش خلال الفترة اللي فاتت يمكن ما كنتش بتشارك كتير شوية الموضوع اكيد كان مؤثر معاك يا اكرم بس اتعاملت ازاي خلال الفترة دي وشايف الفترة المقبلة بالنسبة لك والله هي قيلة اللعبة بتبقى مشكلة شوية بس انا الحمد لله عندي يوكن في ربنا ان انا ان انا وقت منزل اكون كويس ده حاجة عندي كبيرة وعندي سكة في ربنا ان انا لما هنزل هقدي زي اي حد في الموتش ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم في اللاجئة ان شاء الله تجد في اللعب كبك راي نعم مرة شوفك النهاردة تلعب بسبب باسم علي شايف ان انت تجيد في هذا والله انا لعبتها كتير تحت وانا في النشين مع كابتن سادة سين وحفظها شوية والحمد لله يعني الحمد لله يقول لك كابتن طارق يقول لك كابتن حبيب يا كابتن ربنا خليه كابتن كابتن طارق سلمان طبعا نمضرب حراس مرمى النادي الاهلي شكرا اكرم كابتن طارق براحب بك في البداية اكيد مباراة النهاردة كبيرة جدا لنادي الاهلي مش مهمة في الجدول لكن مهمة للنادي الاهلي كفوز وعوضة الانتصارات بعد اربع اخفاقات متتالية لكن موسم بشكل عام مجمال وموسم جيد جدا بالنسبة لنادي الاهلي ارقام كتير جدا اتحققت تقييمك للموسم بشكل كامل يا كابتن طارق والنهاردة بتحديد كمان تقييمك المباراة والاشرية في البداية طبعا انا بقول الحمد لله رب العالمين يعني موسم طويل جدا جدا صعب ربنا بيكرمنا في نهاية الموسم وبناخد دوري عام قبل الموسم منتهي بستة اسابيع او بستة متشات يعني فقول الحمد لله رب العالمين على الدوري وعلى الاداء اللي اتحقق طوال الدوري كله احنا عملنا ارقام كبيرة جدا 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 ارقام دي كلها ما جاتش من فراغ بتيجي بمجهوده وبشغله وباخلاصه وبعمل النهاردة يمكن بيغيب عننا كابتن حساب البادري يعني بديه بحديده الفوز بتاع النهاردة ده وكل ارقام اللي اتحقق دي دي كلها طبعا يعني ولو الفضل الاول طبعا طبعا مع مجلس الادارة مع العيبة ده هاس طبعا بالكامل؟ طبعا الجاسب الكامل والعيبة ومجلس ادارة او جمهور حتى الجمهور ما بيحضرش بس في النهاية ده بتحسب لنادي يعني بتسجل خمس وسبعين جول في الموسم بتعدينا دي الترسانة كان راكم المتسجل باسم ناد ترسانة واحد سبعين جول النهاردة كمان بتحقق رقم كاس جديد النهاردة تمانية وتمانين نقطة اول مرة تحصل في تاريخ الدوري برضو اللي اتنين يعني بتحقق خمس وسبعين جول يعني احنا بنفس نفسنا من بعد بعد ما عدينا الواحد وسبعين وانت بتنفس نفسك بتديه بثنين وسبعين وبعد نهاية سبعين وعبعة سبعين وخمس وسبعين النهاردة بتحقق رقم كبير جدا جدا يعني تمانية وتمانين بطن في تاريخ الدوري ما تحققاش خبالك تمانية وتمانين بطن من 34 مباراة كان قبل كده سبعة وتمانين من عشرين فريق في الدوري يعني كان تمانية وتلاتين مباراة مزبوط يعني مزبوط فبقول الحمد للرب يعلمين على الموسم الكبير ده بقول لحنا لسه بدري اوى على افرق احنا طبعا بدأنا البداية ما كانتش موفقة بالنسبة التعادل والخسارة انما احنا احنا ده حصل قبل كده في 2013 تعدينا مع الزمالك واحد واحد وبعدين خسرنا مع أورلندي وعلى ملعبنا 3-0 وخدنا البطولة في النهاية وحتى السنة اللي فاتت احنا وصلنا نهاية افرقية كانوا مبرامة عدين على ملعبنا مع زناكو فالبطولة افرقية طبعا لسه بدري اوى يعني ان شاء الله بإذن الله نتأهل وان شاء الله نتأهل اول مجموعة كمان بالنسبة طبعا للكاس هو ده ينكد المباراة الوحيدة اللي ما كانش فيها توفيق وخرجنا من الكاس انما اخبرك حتى فيه غيابات كتير طبعا مش عايزين نتكلم على الاسباب انما خلاص احنا ختمنا الموسم الغيابات وعدم التوفيق كمان يا كابتن طارق يع درب الجزاء في المباراة الاخيرة في اوغندا كانت ممكن تغير مجراءات المباراة ايضا مباراة الأسيوتي ما كانش فيه توفيق فهذه مباراة مباراة التراجي هدف ما تحسبش هدف صريح صحيح مليون في المئة لنادي يعني الحمد لله بص في نهاية بول الحمد لله على اختام الموسم مش هنسى ابدا النهاردة ان انا ببارك تشوف الكرامي على اداء النهاردة اداء متميز جدا طوال المباراة ما شاء الله قراط العرضية كلها بياخدها مدى سقة كبيرة جدا لزميله في الملعب توجيهاته كلها ما شاء الله بشكل كويس النهاردة بنختم الموسم وفي عندي اتنين حراس مرمى من نادي الاهلي موجودين في منتخب مصر ومرشحين بشكل كبير جدا اي حد فيهم وان شاء الله يلعب مع الحضري ومع عواد فده نجاح كبير يعني ناتج مجهود كبير طبعا حضرت كمان قمت به مع الحراس بالتحدي الحمد لله امير الحمد لله رب العالمين احنا بنا نشتغل بقى نفترة كبيرة في النادي الاهلي وبنخصص في عملنا وهو ده يعني ده 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 واجبنا يعني اتجاه النادي الاهلي وبنشتغل يعني باشكر كل الناس باشكر طبعا اللعيبة كلها اللعيبة رجالة حتى اللعبة اللي ما جاتش النهاردة عندي فيه اللعيبة كتير جدا النهاردة فيه اكتر من 15 16 اللعب 16 اللعب مش موجودين فباشكرهم كلهم على الموسم بنشكر لعبة اللعبة النهاردة في بعض اللعيبة اللي اتصعدت النهاردة برضو بنشكرها كل اللعيبة اللي موجودة النهاردة بنشكرهم بقول الحمد لله على الموسم بنشكر مجلز دارة النادي الاهلي بنشكر كل اللعيبة كابتن حسام في غيابه النهاردة بنشكره على الموسمين اللي وراء بعد وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفق الفترة اللي جاء ان شاء الله بإذن الله شكرا عامين ده كان لقاءنا مع الكابتن طارق سليمان طبعا موضع ربح الراسة ومر مع النادي على الاهلي واللي ممكن يكون متواجد وممكن ما يكونش متواجد خلال الفترة على المقبلة لكن أكيد نتمنى له كل التوفيق هو وجهازه طبعا أو جهاز كابتن حسام البدري بالكامل سواء اللي حيكون متواجد أو اللي مش حيكون متواجد أكيد نتمنى له من التوفيق خلال الفترات المقبلة والأهم دايما هو ان احنا نتمنى التوفيق دايما لفريقنا العظيم النادي الأهلي خلال الفترات المقبلة والآن عود لك يا كابتن فاروق شكرا كاميرا على لقاتك مع محمد شريف وأكرم توفيق وكابتن طارق سامان المدرب لحراس المرمى بالنادي الأهلي عود عليكم والحالات التحكمية وما حدث من حالات التحكمية في هذا اللقاء مع كابتن سامير أسوان طبعا حكمنا الدولي السابق كابتن سامير برحب بحاتك أهلا وسامان كاميرا ونرحض لك والسوء حضرك طيب حبيب ربنا خليك ورمضان كريم عليك الله أكرم خلينا بقى نبتدي اللقاء قبل ما ابتدي بس عاوز أقدم التعزية الكابتن ميمي الإعي النقد الرياضي لوفاة والدته وبرضو الكابتن محمود أبورجيلا كابتن مصر طبعا ونادي الزمالك لوفاة شقاكته بقال الله طبعا ورحمه طبعا قدت أن أبورجيلا يعني واحد من الحبيبنا نجم نجم نادي الزمالك وحبيبنا بشكل كبير وإحنا هنا في خلالة الآية طبعا بنقدم له التعزية أيضا ربنا خلينا بقى حالتنا التحكمية وطبعا تعريف الحكام في البداية دائم كابتن سمعتاد على ذلك كانت إبراهيم نور الدين حاكم اللقاء النهاردة قدر لقاءتكم حكام دولي بالكامل بكوادة إبراهيم نور الدين ومعهم تحسين أبو السادات وإحمد توفيق طلب دول ثلاثة حكام دوليين ومعهم الحاكم الأضافي محمد حسان ومحمد سيد بكر وبرضو دوليين ومعهم الحاكم الرابع كابتن أشرف أبو النور بخبراته طبعا كانت كتيرة خلال العشرين سنة اللي فاتت النهاردة طقم الحكام وحنا بنتفرج عليه كلهم هتليم حاطين الشارة الدولية مع هذا طبعا كابتن أشرف أبو النور فالشارة الدولية زي ما قلت الحضرقي دي بتدل إن ده حاكم دولي بيبقى محطوط في الباجل الأزرق من تحت السنة يعني دي هتليم كلهم السنة اللي تحت الباجل الأزرق هتليم مكتوب عليها 2018 ده يدل طقم الحكام الدولي ومازال قائم في القائمة الدولية فاول أنا جايب الفاول ده لسبب رئيسي قرب الحكم من مكان حدوث الفاول واتغاز القرار فيه بيبقى فيه إقناع عالي جدا من اللعيبة فاول فيها خطأ واضح جدا من أمام الحكم تقرب بكل سهولة فيش أي اعتراضات عشان وكان برايم بص برايم يا كابتن محمد قريب جدا ما تكملش حواليه خمسة يارضة فاول ما فوش مشكلة أنا جايب الفاول ده مخصوص طبعا عشان نتحركاته بعد كده نيجي في الخطأ اللي بعده الخطأ اللي بعده دي في الديئة 31 برضو هتلاقي فيه زاوية رؤية رائعة طبعا لإبراهيم نور الدين هنا إبراهيم كان هنا في الكرة دي كان بيدير المباراة مش بيحكم في المباراة فاول بالنسبة له يعني طبعا هي ممكن توصل درجة تهور ممكن يبقى فيها كارت أصفر بس دي طبعا ترجع لإدارة كل حكم من المباراة وهو بيدير المباراة فبردو قرار سليم من إبراهيم وبردو التمركز إبراهيم برضو القريب من الكرة سهله القرار بص يا كابتن هاي الكرة دي يعني فاول ومتوصلش برضو يعني ممكن توصل إنذار إلى حد ما يعني إنما لو ما تتخدش فيها إنذار بردو تمشي ببقى فيه كور ممكن تبقى في الحالتين بص بعد كده دي في ديئة تلاتة وتلاتين الكورة دي مهمة جدا يا كابتن لو نشوفها تاني من الأول دي أنا جايبها مخصوص عشاني لسبرينت العامل حكم بص بص كور بص براهيم فين بص في الثانية 0-1-0-2 بص هي بتاع في سبرينت هتليه معانا بتكمل في الشاشة هيشد برضو هتليه يظهر في الشاشة دلوقتي طبعا ده بتبقى من السبرينتات العالية جدا بالنسبة للحكم شوف خلي بالك عن المتكلم في مسافة حوالي 85 متر أطاحها في أقل من أربع ثواني وده طبعا بيبقى رقم عالي جدا كون الحكم أول بيحس بخطورة في منطقة الجزاء لازم بيبزي المجهود ولازم يجري فيها شوية عشان يبقى قريب جدا من الكورة لأن الكورة دي بمجرد دخول لمنطقة الجزاء بتبقى فيها ممكن بعض الحاجات تظهر مثلا تبقى فيها رقم الجزاء أو مخناف زالك فكل حكم قريب وبازل مجهود عالي في الجاري فدي بتقربوا من القرار بعد كده في حالة بعدها هنا في تسلل نقدر نشوف التسلل كان عند أحمد توفيق طلب لو نشوفها بس من الزاوية اللي هي معامدة هنا طبعا نبص الكورة هنا قبل ما تتلاقي هتلاقي فيه العيب بتاع النادي الأهل اللي هو رايت باك يا كابتن محمد هو مغطي مازال مغطي هنا بقى لو تلعبت ولو جات للعيب اللي في النص ده هبقى فيه تسلل لنبص هو مسابق بجسمه اليمين لو راحت له هتلاقي فيه تسلل لو راحت لأي واحد تاني مش هبقى فيه التسلل كورة هنا قررت تلعب وبص المساعدة الحكم وقف طبعا موقف رائع طبعا تسلل سليم 100% طبعا هنا اللعيب طبعا بيعترض لأنه مش واقف على نفس الخط بتاع أحمد توفيق طلب لأحنا طبعا قرار رائع فيه بعد كده فيه الحلل برضو اللي بعدها احنا جايبينها فيها تسلل أو عدم موجود التسلل عشان نقدر نحقومها من الزاوية دي لازم نشوفها من الكاميرا اللي وقفة وراء تحسينة بوسادات وبرضو نجيبها زي اللعبة اللي فاتت وللافج حاننا حتى كابتن محمد لو وقع على الأرض ده مغطي التسلل لأن في بعض الناس بيفتكروا نعيبه هو وقع على الأرض مش مغطي التسلل طالما المدافع وقع على الأرض مغطي التسلل هنا لحظة لعب الكرة هتلاقي فيه يعني فيه يعني ارتفضل ارتفضل طبعا هي كرة صعبة لأنها برضو مش واضحة قوي بس ممكن يكون المهاجم النازي الأهلي مسابق بجزء من رجله وطبعا هنا ممكن تبقى فيها طبعا تسلل بعد كده ده الانزار الوحيد في المباراة النقطة هنا الانزار ما كانش واضح هو ظهره المين طبعا عشان الكاميرا ما كانتش هنا جايبها بوضوح لأن الناس هنا فاكرين أن أحمد أيمن منصور هو واخد الكرت الأصفر تمام نقدر نشوفها تاني بص هنا يا كابتن هنا طبعا هنا في الارتقاء طبعا بص الخطة طبعا دي فيها شيء من التهور على مدافع نادي المصري أحمد أيمن منصور وطبعا دي تستحق طبعا الكرت الأصفر وكرار طبعا إبراهيم في آخر حالة جبتها له في الشوط الأولين كرام قرار سليم 100% بعد كده ممكن نوصل بقى للشوط التاني دي أول حالة احنا جايبينها في الشوط التاني طبعا دي دفعة من مهاجم المصري وطبعا قرار سليم من إبراهيم نور الدين هنا لعب مصري مش بيعترض على أساس الكرار صحة والغلط لهو بيعترض على أساس اللعيب بتاع النادي الأهلي واقع فممكن يضيع جزء من الوقت إنما طبعا تلاقيها دفعة واضحة جدا في ظهر اللعيب بس شكرا كده دي الدفعة طبعا قرار سليم برضو من الحكم النهاردة زيدة عن 98% قرارتكم الحكام سليمة والدليل على كده الحمد لله ما حسناش بأي مشاكل في المباراة بعد كده دي إتاحة فرصة يا كابتن شايف هنا إتاحة الفرصة الهدف الرئيسي من إتاحة الفرصة يا كابتن إن انت ممكن أن تلاقي خطأ لصالح المهاجب ممكن تمتنعا إصدار القرار وتوقف اللعب لموتة اللعب واستمرارة اللعب في هنا في الكرة دي كان من ضمن إتاحة الفرصة لعملها إبراهيم يعني بص هنا طبعا هنا فيه خطأ واحد إبراهيم قرر أن يستمر اللعب لأنه كان ممكن تبقى فيه هجمة وعدة لصالح النادي الأهلي فطبعا دي بتدل برضو خبرة عن حكم تاني بتفرق قوي في الكور دي طبعا هنا ده فاول سليم ما رضيش يحسبه عشان ليها تكملة وكانت ممكن تبقى هجمة وعدة لصالح فريق النادي الأهلي بعد كده فيه إتاحة فرصة تانية برضو لإبراهيم برضو عملها طبعا كابتن إتاحة الفرصة دي من الحاجات اللي بتميز حكم لعب كورة أو ملاعبش كورة لأنه سهل جدا أنك تحسب الفول إنما الصعوبة بقى هل أنت بقى هتمتنع عن تنفيذ القرار عشان فيه إتاحة فرصة ولا لا ده النهاردة العمله إبراهيم بصراحة في كازا كرار وعاوز أقول لحضراتك أما الحكم بيدي إتاحة فرصة بيبقى سعيد جدا بيها ولو جي هدف منها طبعا أروع أنا بص هنا دفعة واضحة هو قال باستمرار اللعب وهتلاقي الإشارة بتاعته واضحة كان زمان التعاد دولي كان بيقول الحكم أنه لازم يدي إشارة بإدلة اتنين فدلوقتي قال له لها ممكن بيدي واحدة عشان استمرارية اللعب فطبعا تحت الفرصة بتبقى جميلة في المباراة لسبب بسيط أنها بتخليك فيه متعة في المباراة مش كل شوية بتبقى فيه قرارات دي كانت آخر حلقة كابتن معي كانت آخر حاجة وأنا بصراحة بحيطكم التحكيم أنا بالنسبة لي أنا كأنا بحل أداء الحكام أنا شايفتكم التحكيم بالنسبة لي هو نجم المباراة النهاردة بكادة إبريل نوردين طبعا والناس اللي معاه عملوا مباراة جميلة وخاصة مباراة الأهلي والمصري والزماني والمصري المباراة اللي بتبقى فيها شعبية بتبقى مهمة جدا حتى لفي نهاية الدوري أو مش مؤثر على صحيح كابتن سميرا بشكرك طبعا قصان طيب الصحور بقى عشان نلحق الصحور نلحق كفا فإحنا خلنا الحالات سريعا وسعداء دايما بوجود حدك معنا الله يخليك شكرا كابتن محمد مبروك لنادي الأهلي النهاردة فوز في ختام مباراته فيه هذا الموسم مبروك بطولة الدوري مبروك للجهاز الفني مبروك لمجلس الإدارة كل ما نشارك فيه هذا أو هذه البطولة من عاملين من حتى احنا هنا كنا متابعين بشكل جيد من خلال عاملين في قناة النادي الأهلي وطبعا كان دائما نحنا من جدا نحنا فريقنا يبقى في أحسن حالاته ويكسب في كل مباراة يكسب بالبطولة وان شاء الله بطولة أفرقيا لكن بنبارك لكم كلكم من جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل من شارك فيه هذه البطولة سواء بقى كان قريب أو بعيد ده اللي احنا نتمنى دائما وباستمرار حصلنا على البطولات حصلنا على ثلاث نقاط في كل مباراة إن شاء الله بطولة أفرقيا مش بعيد إن شاء الله هتبقى موجودة مرة تانية وترجع مرة تانية بأكيد باجتهاد اللاعبين نتمنى طبعا اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي غدا إن شاء الله ساعة عشرة اتخاذ قرارات مميزة إن شاء الله من خلال الاختيار طبعا المدير الفني الملفات الخاصة بكرة القدم وجهاز كرة القدم كل التوفيق إن شاء الله لمجلس إدارة واختيارات تبقى إن شاء الله محلها بأمر الله ده كنا معكم من خلال السلو التحليلي واستاذ الأهلي دائما معكم من خلال قناة الأهلي وارب دائما الأهلي يكون فوق الجميع اشتركوا في القناة